رحمة الله وبركاته الخطيب ينفس تعليمات الرئيس السيسي ويدم لعب إلى الأهلي رسميا لبى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طلب السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بشأن انضمام أحد الأشخاص إلى القلعة الحمراء وكان الرئيس عبد الفتح السيسي نقل رسالة إلى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل الموافقة على طلب أحد المشجعين وأبد ابيبو موافقته على طلب أحد الشباب من زوية الهمم وأحد أبطال السباحة والعب القوة لممارسة رياضته داخل جدران النادي الأهلي وكان الشاب أحمد طارق الذي يبلغ من العمر 25 عاما طالب في حضور الرئيس الانضمام إلى الأهلي وممارسة رياضته داخل النادي وهو ما وفق عليه بيبو تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتح السيسي حيث من المنتظر أن يصل الشاب مقر النادي خلال الساعة القادمة لممارسة رياضته المفضلة وكان طارق قد كشف عن أمنيته خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية قائلا عندي أمنية كبيرة أنا سباح ونفسي ألعب في النادي الأهلي ورد عليه الرئيس السيسي لازم النادي الأهلي يغتك وإحنا عاديين كده والأهلي كله فرحان إنك عضو من أعضائه الكابت محمود الخطيب بعد موافقة على طول دلوقتي واختتم طارق كلامه معبرا عن سعادته هطلب إيه أكتر من كده يعني من ناحية أخرى حسم مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي موقف معسكر الفريق في الإمارات استعدادا للفترة المقبلة